فلنتفق على الوحدة الوطنية ولنختلف على كل ما عداها من شؤون وقضايا سياسية بعد عقد من النضال السياسي بقيادة الرئيس سليم الحص دفاعا عن القضايا القومية والوطنية على رأسها فلسطين والمقاومة والإصلاح السياسي والاقتصادي انفرت عقد منبر الوحدة الوطنية الذي كان يوما قوة ثالثة بعيدة عن الاستفافات السياسية بعد عشر سنوات لم يبقى من أصل أربعمائة عضو إلا أحد عشر قدم استقالتهم جماعيا منذ أيام فضمير لبنان الرئيس سليم الحص مؤسس المنبر استقال في شباط الماضي بعد مساءت حالته الصحية لتكر بعدها سبحة المستقلين لاحظنا طبعا نحن المؤسسون الله يطول بأعمارهم كليتهم بس كليتنا عم نكبر كبير فالبعض مننا بدأ يغيب البعض بدأ ينشط بيمكن اهتمامات أخرى بدأ العدد يدمر في الحياة العامة وفي الأمانة العامة إذا وصلنا إلى شهر شباط دولة الرئيس سليم الحص بلغنا بكتاب استقاله استعمل طبعا نحن اعتبرنا هذا الرئيس المؤسس الكبير الهامة الكبرى العربية الدولية اللبنانية الإنسانية الأخلائية يعني نحن أمام أمر واقع ما حدا بيعب هذا المركز بعد سليم الحص وحتى بلا مؤاخذة من أصدقائي أخ زهر الخطيئ الدكتور عيسى بن عمين نواب ووزراء سابقين والأخوين البقاء اللي وقعوا معنا هناك كلهم مجموعين ما بيعبوا هذا المركز ففي خلاف كبير بالرؤية أصدقائنا وقعادنا على الطاولة ووزعنا الأدوار أكثر من أربعين عاما أمضاها حيان حيدر الذي شغل سابقا منصب أمين سر المنبر برفقة الرئيس الحص وقد واكب مراحل الضعف والتراجع التي أصابت المنبر مرورا بالغياب المتكرر للأعضاء وهو ينفي بشدة ما يحكى عن خلافات سياسية بين أعضاء المنبر وإن كان لا ينكر أن كل المحاولات لإعادة إحياء المنبر منذ أكثر من عام قد فشلت لا مش مظبوط في خلاف سياسي بدليل أني قصد أن أؤشر على أنه منذ سنة نحن عم نتعطى بأقل ثمان خلوات تنظيمية لدراسة هذا الموضوع هذا ما صار ما في خلاف سياسي جزري في آراء أكيد يجب أن يكونوا على نفس نمط التفكير والرؤية والأهداف هذا ما عاد موجود أقول أنا في ناس فكروا أنه بيعملوا انتخابات بيحطوا أمين عاموا نائبة أمين عاموا أمين سروا هذا بيضلوا مكملين وبيعملوا بيانات الأخيرة ونحن تفكيرنا أنه لا الوضع اللي كنا فيه أساسا مش هلأ ومش من ستة شهر ومش من سنة وضع لا يعكس رؤيانا ولا طموحاتنا ألا يحزنه أنه خطه أو نهجه لا يستمر أظن أن ما يحصل في البلاد والعباد يحزنه أكثر بكثير استقال الحص من الحياة السياسية وانفرت عقد منبر الوحدة الوطنية وتعطلت لغة الكلام بين الأعضاء هذا الوطني والعروبي الذي لم يبخى اليوما على الوطن بمحاولات التوفيق بين المولاة والمعارضة وتعزيز الوحدة الوطنية دارين دعبوس قناة الجديد